إليكم مشاهدين سبعة من الكاتبات والكتاب الذين تناولوا ثيمة الحرب نبدأ بالروائية التي رحل الشهر الماضي إرياس خوري إرياس خوري كتب هذا الروائي كثيرا عن الحرب الاهلية اللبنانية من الجبل الصغير والوجوه البيضاء إلى سينالكول وإيالو وإلى الروائية حنان الشيخ التي صورت روايتها حكاية زهرة صورت الحرب الاهلية لكن من منظور نسوي من بين الأسماء أيضا مشاهدين التي كتبت عن الحرب الاهلية في لبنان نستذكر هنا الروائية نجوة بركات نجوة بركات التي كتبت عن الحرب وتأثير جنونها في روايتها باص الأوادم إلى روايتها الأخيرة ميستر نون اسم آخر يلوح في الأفق ربيع جابر الروائي ربيع جابر كتب في اعترافات وطيور الهوليدي إن وغيرها من الأعمال التي برزت في الساحة الثقافية والأدبية العربية إلى اسم آخر الآن يتعلق الأمر بالروائية هدى بركات هدى بركات مشاهدين الكرام تناولت الحرب في روايتها مثل حارث المياه وحجر الضحك وأهل الهوى وأيضا عملها المميز بريد الليل من الروائيين أيضا اللبنانيين الذين تناولوا ثمة الحرب نستحضر هنا رشيد الضعيف في المستبد وتقنيات البؤس ثم خيبات الحرب وعزيزي السيد كواباتا وغيرها من الأعمال وتناولت أيضا تأثيرات الحرب في معظم رواياته اللاحقة طبعا أعماله مميزة رشيد ضعيف شاعر ورواي آخر تناول إلى جانب الحرب الأهلية تناول دخول الجيش الإسرائيلي لبنان إنه عباس بيضون في روايته ساعة التخلي وغيرها كما تناول عباس بيضون الحرب الأهلية في العديد من أعماله مثل رواية حائط خانس اشتركوا في القناة